القانون بعد ما صدر بـ 22 فبراير هناك فترة أربعة أشهر ممنوحة للمواطن أن يسلم سلاحه دون أي مسائلة قانونية أربعة أشهر من تاريخ 22 مثل ما ذكرت عندنا 38 مكتب مباحث في جميع مناطق الكويت وهذه على مدار الساعة السلم منك الأسلحة ووضعنا لي أخرى في بعض المواطنين يهابون من حمل السلاح بالمركبة يرسل لي عنوانه وتعاملت مع أكثر من شخص منهم قيادات أرسل لي العنوان وأرسلت لأحد الضباط وأحد الأفراد باللباس المدني وبسيارة مدنية وصلوا على عنوانه وحطوا الأسلحة بأكياس ما هي شفافة لا داكنة تلون حتى لا تبين الأسلحة إذا طلع من الشركة ولا من المكتب وبكل سرية ياب ثلاث قطع من الأسلحة وسلمها لنا بدون ما يذكر بياناته بكل سرية ويمكن حاليا المواطن هذا ولا القياد يسمعنا والله يشهد لا الحين ما أحد درى عنها الشخص لأنه فعلا نحن طبيعة عملنا نتعامل بجمع الأسلحة ونترك المجال لسرية الموضوع يعني ممكن الرقم اللي حاطينه